هي العيال بتاعت الإخوان مش هتتهد بقى ربنا يهدهم ويخلصونا حقيقي يعني ما يتهدوا بقى الواحد بصراحة زهق وقرف من العيال دي بس أنا معلش خليني أفطفض معك حبا يعني فليزهب الإخوان للجحيم حقيقي يعني للجحيم بالمعنى الحارفي أتمنى زهبهم للجحيم دايما يعني أنا دايما اللي بيستغربله هو أنت بتلتفت للكلام ده ليه وتقعد تشير في الكلام ده وتقعد تتبنى صور أنت ما عندكش بيها علم أو تتبنى زعم أنت ما عندكش بيها علم أو تتبنى قصة أنت ما عندكش بيها علم يعني لما ييجي مثلا حضرتك تلاقي واحد جاهل تافه حقير حطت صورة ما دي فيها كذبة فيها شائعة أيا كان فأنت على طول تروح شايف الصورة أيوة تلوس مياه الشرب في مصر وتروح ترين لايك ترين شير وبعدين في واحد بقى غيرك بيروح عامل بقى اللي بعده يروح عامل شير لكل صحابه ويكتب لهم تعليق هي دي بقى مصر هي دي بقى الجمهورية الجديدة اللي بيقول لها أنا سؤالي أنت شفت الحكاية دي؟ يعني أنت خدت بعضك وشفت أن حصل تلوس في مياه الشرب؟ أنت لديك ما يفيد بأنه حصل تلوس في مياه الشرب؟ أنت خدت عينة من المياه أنا مثلا أنا شفت المياه مع الكرة طب حلوة ماشي 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 فيش مشكلة حضرتك بعينك شفت يعني لو أنت متأكد قدام ربك كده أنت متأكد وشفت بعينيك مش السورة اللي على السوشيال ميديا سيادتك سيادتك خدت عينة من المياه دي وحللتها فتقال أصل ده تلوس؟ أصل فيه مواد كيموية؟ يعني أنت عارف أن المياه دي مولاك؟ أنت عندك هذا اليقين؟ يا راجل يا مؤمن التقي الله ده بقى اللي بيديقني بجد والله العظيم أنا طول عمري طول عمري خلقتي كده اتربيت كده على إيد أمي وابويا والله العظيم قالولي إيه؟ حبيبي ما تاخدش الحاجة عمياني وتتكلم فيها لما رحت اشتغلت في روزها ليوسف سنة أربعة وتسعين ولا كان تنتة وتسعين حاجة كده فأول حاجة تقالت لي كده أي خبر يجي لك لازم تحققه يعني إيه أحققه يا أمي؟ يعني إيه أحققه يا أبويا؟ يقول لك يعني لازم تتحقق منه دور على مصدر الخبر وارجع للمسؤولين عن الخبر وأنا هنا مش بقولك المسؤولين يعني بس الجهات الرسمية أنت لازم تدور قبل ما تتبنى في عقلك مش هقولك يتنشر ما احنا فنايا خلص ما كنتش هنشه غير لما هرجع الأول لأ الله يرحمه يا رب الأستاذ وائل الإبراشي وبعدين أستاذ وائل هيعرضه على الأستاذ عدل حمودة ربنا يديله الصحة وبعد ما يمر بدا يبقى يتنشر بس الصحفي لازم ياخد بعضه ويتأكد الأول طب ده الصحفي المواطن حول نفسه أراد ذلك حب كده أنه يبقى في حاجة اسمها صحافة المواطن فحول نفسه الصحفي بيشار وبيلايك وبيعلق وما إلى ذلك مش أنت أردت أنك أنت تمارس مسألة كده سميت بصحافة المواطن عبر السوشيال ميديا ميتفول حقق الخبر أنا مش طالب منه غير كده اتأكد لكن أخد صورة وقول أيها ده تلاوس وقعد أشير وقعد أخلق في بلبلة بالمناسبة لا مفيش تلاوس ولا حاجة خالص مية في المية مليون ديشليون في المية مفيش تلاوس ولا حاجة وبالمناسبة دي مش أول مرة تحصل يعني عشان برضو نقوم يتفقين يعني اللون ده بتاع المياه إحنا جدي وجدك بقى بالمناسبة كانوا بيشوف المياه كده على طول يعني مياه نهر النيل الرقراقة الرائقة الجميلة دي ما كانوش بيشوفوها بالشكل ده قبل السد العالي من بعد ما تبانى السد العالي ما بقوش بيشوفوا المشهد اللي انت شوفته عشان كانت قبل كده مية النيل بتيجي محملة دائما بالطامي طب المية اللي احنا شايفانها دي طب ما فيه سد يوسف امال ايه ده عكارة مية عكارة مية من ايه علشان السيول اشتركوا في القناة